هو حضراتكم شفتوا الشناوي عمل ايه النهاردة؟ هو حضراتكم عرفتوا او مش جمهور الاهلي طبعا بعد من لا يشجع الاهلي اللي رايح في هذا هنرجع تاني بقى لان انا خدوا بالحضراتكم النهاردة هنتكلم عن المنتخب و هنتكلم عن هزيمة المنتخب وكل شيء ولكن انا كنادي اهلي بقى عندي يوم الحد القادم مباراة مهمة جدا 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 ومباراة انا بحمل فيها اسم مصر لوحدي انا اللي بدافع عن كرة القدم المصرية وحيدا وسط ادغال افريقي مهمة قومية يوم الحد اللي جاي وكل مباراة افريقية بقى خلال الفترة اللي جاية هتبقى مهمة قومية يجب على الجميع ان يقف بجانب النادي الاهلي في المباراة القادمة لانه لقدر الله لو حصل حاجة في المباراة القادمة في ظل بقى حالة الاحباط الكبيرة والشديدة اللي هتبقى موجودة للعبة منتخبنا وحقهم محدش هيقدر يقولهم حاجة عمر السورية حمدي فتح بعد المجهود الكبير اللي عملوه الشناوي ايمان اشرف ياسر ابراهيم رامي ربيعة مجموعة اللاعبين اللي موجودين كلهم مجدئافش اللي ملعبش مجموعة اللاعبين اللي في ندلقالي عندهم مهمة قومية يوم الحد بتقول ايه اللي هو يوم الحد اللي جاي اه اللي جاي ده على طول فعندنا مهمة قومية في البطولة الافريقية دوري ابطال افريقيا عايزين نكمل فيه بشكل جيد احنا ممثل مصر الوحيد في هذه البطولة هنلعب المباراة اللي جاية ان شاء الله ربنا يكرمنا فيها حيبقى عندنا بقى البطولة البطولة بعد كده والادوار اللي بعد كده هنتكلم فيها ادوار اقصائية رايح جاي وحنقدر له النتيجة مش في صلحك هتطلع طيب ايه اللي يحصل يجب على الجميع ان يقف خلف النادي الاهلي خلال هذه المرحلة وخلف الاندية لكلها فيه المصري وفيه بيراميدز اعتقد مكملين في الكونفيدرولية مش اعتقد هم مكملين في الكونفيدرولية وبالتالي يجب على الجميع بقى خلال الفترة اللي جاي انه يقف خلف هذه الفرق انا هتكلم هنا عن نادي الاهلي اشتركوا في القناة